شهدت الحدود العراقية شرقي ديالا خلال الأيام القليلة الماضية تدفق موجة للسيول القادمة من إيران دون الاستفادة منها واحتحدث مواطنون للتغيير بأن السيول القادمة تدفقت عبر وادي حران أكبر الأودية الحدودية باتجاه وادي النفط إلا أن المياه هدرت وانحذرت نحو حدود محافظة واسط نحن بالنسبة أهالي مندلي المشكلة الوحيدة اللي جاي نعاني منا الماء والماء متوفر مو ما متوفر ولكن ماكو أيادي بانو تجي يشوف سد حران هذا السد الأملاق الماي اللي تجيناه ماي هائل من إيران يريد له سد سده خزان بحيز يكفي مندلي أهالي مندلي استفاد من عنده بساتينه أرضه قاعة حتى نضرع الماي دي يروح حدر ودي يطلع ومجا نستفاد من عنده هاي مراحت ماكو فايد ايه تواحد ماكو فايد شو اللي فأده منها لعدم الاستفادة منها قلت لك انا احكي لك عسد قال يسولنا من الدولة نرجو من الدولة يسولنا فتحال الصدق جاني يعني هاستم تروك قلت لهم من ذبيت علي فوق الثمين مليارات أو عشر مليارات شو يعني ذبيت هنهيش حدر ورحت ما خبت من الله يعني ما قلت ليش ما قلت آني هذا هذا أبو العشرة بياناتنا الله لو تروح تشوفه هذا وادي حران تخلي له أبو العشرة أبو العشرة تخلي له هذا يطلع العطيان يجسير يا عمي إدارة قضاء قزانية في حديثها للتغيير بأن عدم توفر السدود لا سيما بأن الوديان المشترك مع الجانب الإيراني ولجغرافية المنطقة لا يمكن إنشاء السدود فيها طبعا لو كان هناك سدود هذه المياه كان ثروة يعني ثروة حقيقية باعتبار الماء مصدر الحياة وأين ما يكون الماء يكون الحياة فالمشكلة احنا الوديان اللي موجودة عندنا الموديان اللي مشتركوا هي جانب الإيراني صعب إنشاء السدود عليه باعتبار الجغرافية المنطقة أو أراضي السهلية الواقعة في مقدمة هذه الوديان يصعب عليه إنشاء السدود قد هناك طرق فنية أخرى يعني يمكن من خلالها خزن المياه الحد لان احنا هذه الدراسات ما موجودة عندنا وتتعرض مناطق شرقي ديالا الحدودية بين الحين والآخر إلى تدفق السيول الجارفة تحديدا في مواسم الأمطار لكن مياهها تهدر دون أي استفادة بسبب عدم مشاريع الخزن في هذه المناطق